وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مريم الشحي متنبئ جوي بالمركز الوطني للأرصاد أستاذة مريم حدثينا عن الحالة الجوية التي تمر بها البلاد وعن أسبابها وتداعياتها في الأيام المقبلة تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي رطب يصاحبه كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا سببت لنا حالة من عدم الاستقرار في الدولة وازدادت كميات السحب على مناطق متفرقة يدخل لها سحب ركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة في صاحبها البرق والرعد وسقوط البرد على بعض المناطق تستمر حالة عدم الاستقرار خلال يوم الجمعة ويوم السبت والأحد تبدأ ذروة السحب وتزداد شدتها فجر السبت طبعا يصاحبها السحب رياح متدلة إلى نشطة السرعة وقوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة بتأدي إلى تدني مدى الرئية الأفقية وتسبب لنا اضطراب في موج البحر في الخليج العربي وفي بحر عمان ودائما ننصح الجميع بأخذ الاحتياطات والحذر والابتعاد عن مناطق الأورية وتجمعات المياه والانزلاقات الأرضية والأخذ المعلومات من المصادر الرسمية ترجمة نانسي قنقر